مرحبا بكم انا قاتي واشركم بروكا وكل عام وانتم بألف خير كيفما كيبال لكم اليوم ان شاء الله غدينحضروا واحد المقبلة من المقبلات اللي رائعة وما كتخطاني شو دائما كنديرها ان شاء الله غدينحضر معكم واحد المقبلة بالبادينجان ولا بالدنجان اللي ممكن تدوم معكم حتى اكتر من شهر باش نقدموها معالج كطبق جانبي في الاطباق الرئيسية اللي كنديرو ان شاء الله كنتمنى تتابعوني حتى الاخير ولكنت اول مرة تشاهدوا القناة كنتمنى ما تبخلوش عليها وتديروا جيم وابوني وما تنسوش تفعيل جرس هكذا غد يوصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي وجديد الوصفات ديالي وكنتمنى تكتبوا لي في التعاليق وتقولوا لي الرأي ديالكم في هذا الفيديو والفيديوهات الأخرى اللي عندي في القناة ديالي لاني عندي الكثير من الوصفات اللي عدي تستخدموا منهم كيفما كيبال لكم اول حاجة خرجنا الجريدة ديالنا حيدنا هاد البدينجال وحيدنا شوية ديال البقدونس والمعدنوس وان شاء الله غدي نوريكم بطريقة كيفما كيبال لكم هنا يا اختارينا الدنجال ممكن تم انتخدوا مزنقا طبيعة الحال غدي ناخدوا هادك البدينجال ديالنا غدي ننقي وهو غدي نغسله ومن بعد غدي نقطعوه غدي نحاول نقطعوه دوائر هاد المقبلة كتجي رائع جدا وما كتبغيش بزب ديال المكونات ولا بزب ديال التحضيرات غدي نحاول نقطعوه دوائر كيفما كيبال لكم انا قطعت هنا دوائر ولكنتو مالك انتو باغينو شاء رائع ولا ربوعة تقدروا تديرو انا غير هذا هو اللي اختاريت لاناني عندي دنجال شوية صغور غدي نقطعوه دوائر من بعد ما كنا نقطعوه البدينجان ديالنا غدي ناخدوه في واحد طاوة وغدي نرشوه بالملح هاد الملح وخاطر نكتروه لانه الدور ديالو انو كيشرب لنا قاعدة كلمالك يكون في البدينجان غدي نحركو بهالطريقة حتى غدي تلبس شوية بذيك الملح اللي وضعناه فيه ومن بعد غدي نخليوه على جنبت قربان واحد المدات دياله تلاتة ديال السويع على الاقل كيف ما كيباليكم كيصفين لانا قاعدة كلمالي لداخل غدي نصفو البدينجان ديالنا من هاد الماء هادك الماء كيحيد لاناحتة كلمالك اللي وضعناه فيه من بعد كان ناخده البدينجان ديالنا كان نصفوه فوق واحدة الزيف ولا واحدة التوب حتى كيتشرب لنا ذاك الماء اللي يبقى فيه لداخل ضروري ومؤكد انو دنجال يكونناش من الماء هكدا ما غديش يخسر معاكم وما غديش يحماض مطابعة الحال لانه ولا بقى فيه المارك يصوف كيف ما كيباليكم كنحولو نشفوه من بعد ما غديش في لنا ذاك البدينجان ديالنا غدي نديره فوحد شوية الى ما كانتش عندكم هاد النوع ديال شوية لك تكون خطة هكدا تقدروا تديروا غير واحد المقلات كنخليه حتى كيطيب جيدا وكان عاودوا نحطوا نحط الاخرى ديال البدينجان وإلا كنتم العشق ديال البدينجان في القناة ديالي في هالكتير من الوصفات اللي غدي تستفدوا منهم غدي تلقاوا البدينجان بطرق مختلفة كنتم منى ترجعوا للقناة كيف ما كيباليكم كلها طرق مختلفة والديدة غدي رجعوا الوصفة ديالنا من بعد ما شوينا الدنجال كيف ما كيباليكم هادا والشكل دياله كيجينش جدا ملمة وهنايا غدي نحتاجوا مع واحد الكمية ديال الثوم اللي غدي يكون مقطع مربعات وهنايا غدي نحتاجوا البقدونيس ولا المعدنوس اللي غدي يكون فروم غدي ناخدوا واحد الكاس غدي ندرو في واحد شوية دياله الزيت النباتي وغدي نوضع في واحد الكيمية دياله زيت الزيتون انا هنايا خلطت زيت الزيتون والزيت النباتي تبقى بندرت نصف ديال زيت النباتي ونصف ديال زيت الزيتون ولكنتو ماي لكنتو بغيين تديروا غير زيت الزيتون ولا الزيت النباتي تقدروا تسخدم واحد فيهم دكشي كي تبقى على حساب الرغبة ديال كل واحد والاختيار دياله انا هنايا كانت عندي شوية زيت مجهده ولا قصحه شوية لانني دكشي علش خفته شوية بالزيت النباتي ومن بعد غدي ناخدوا داك البدينجان غدي ندرو فيه واحد الملعقة ديال الخل وغدي نحركوا داك البدينجال ديالنا حتى غدي تلبس بديك الحموضة ديال الخل هذيك الملعقة ديال الخل كتعطي واحد الحموضة اللي لديدة وفي نفس الوقت كتعقم لنا البدينجال ديالنا من بعد كان ناخدوا واحد القرعة ديال الجاج ولا واحد الإناء زجاجي هو فاش غدي نحطو المقبلة ديالنا غدي نوضعوا واحد الكيمية ديال السيت غدي نوضعوا شوية ديال التوم وغدي نرشوا واحد رش خفيفة ديال بقدونيس ومن بعد غدي ندرو البدينجان وغدي ندرو واحد كيمية ديال زيت زيتون ولا الزيت نباتي مختلطين وغدي نعودوا نوضعوا كيمية ديال التوم غدي نوضعوا كيمية ديال البقدونيس ونوضعوا طبقة أخرى ديال التنجال بنفس الطريقة نكمل لقاء الكمية اللي عندنا ومن بعد نصبه من الفوق نصبه زيت الزيتون والزيت النباتي حتى نغطيه على داك البدينجان ومن بعد كنخليوات قريبا الليلة كاملة فتلاجة حتى غدي تشرب لنا دوك المكونات غدي ندمجوا لنا مع بعضياتهم ويتشربوا لنا كهات ديال بعضياتهم ومن بعد غدي نستخدموه كيف مخيبا لكم من بعد مما كيدوز نهار كنبقا وكنحطوه في الجوانيب ديال الأطباق الرئيسية ديالنا بحاشي شليدة ولا شي مقبيلة كنتمنى الوصفة ديالي وما تكون راقتكم وعجبتكم وغي جربة إن شاء الله ما غديش ندموع لها كلها هي وصفة ناجحة وإن شاء الله غدي تعجبكم كيف مما كتلكم إلا تبعتوا الطريقة اللي كتلكم ممكن تحتفظو بي حتى أكتر من شهر في التلاجة وما غديش يخسر لكم يكفي أننا مني نبغو نستهلكو كنزو بالمعلقة كنحطوه في فوح الطابق ومن بعد ما كنردوش ذك شي اللي كي يبقى لين كنردوه في السهل إنا هكذا غدي يبقى عندكم حتى أكتر من شهر وما غديش يخسر لكم كنتمنى اللي أول مرة كيش هد القناة ديالي ما يبخاش عليها ويدير جام ويدير أبوني وما تنسوش تفعل جارس كيف ممكن قول لكم دائما هكذا غدي وصلكم دائما جديد لفيديوهات ديالي وجديد الوصفات ديالي وكيف ما كيبلكم بها الطريقة ديال الباديجة إن شاء الله غدي نحضر معكم مرة أخرى القرع الأخضر بنفس الطريقة وصلت معكم نهاية الفيديو سنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير في وصفات مقبلة وأتباق مقبلة وانتظروا دائما الجديد ديالي والوصفات ديالي وبسلام في صفحة إن شاء الله اشتركوا في القناة